اكد السيد فراس الحلواجي عضو اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين الفين واربعة وعشرين اكد ان الشباب البحريني اثبت كفاءته وتميزه في استضافة وانجاح هذه الدورة الرياضية الدولية حتى الان واضف الحلواجي مع مروبر عدة ايام على انطلاق اكبر حدث رياضي مدرسي في مملكة البحرين نشعر بالفخر والارتياح حيث نعمل باستمرار على توفير راحة الوفود وتطوير العمل لتلاف اي سلبيات وتعزيز الايجابيات ونأمل ان تتواصل الجهود بذات الوتيرة لنضمن نجاح الحدث بما يعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين في استضافة اكبر الفعاليات الرياضية بكفاءة عالية كما نتمنى التوفيق لمنتخباتنا المدرسية وطيب الاقامة لجميع الوفود المشاركة